ملفتة للنظر على السوشيال ميديا وصفحات السوشيال ميديا المختلفة منذ انتهاء لقاء الأمس لقاء مصر وتونس ايه هي الحاجة الملفتة دي؟ كنا نتمنى ان هي تكون حاجة إيجابية ولكن هي حاجة سلبية جدا وهي علو نبرة الأهلي والزمالك على قيمة ومعنى منتخب مصر من ساعة لما اللقاء خلص وإحنا وإحنا في الستوديو تنبأنا انه ده ممكن يكون يحصل أو يكون حاصر وبالفعل ده اللي حصل من المبارح أن المجموعة من الأهلوية عايزين ينفو أكنها تهمة عن عمر السلية أنه هو أخطأ ومجموعة من الزمالكوية عايزين ينفو برضو أنها تهمة عن مصطفى فتحي أنه هو أخطأ جماعة على فكرة هو مصطفى فتحي أخطأ وعمر السلية أخطأ وعادي جدا أن أي لعيب يخطأ يخطأ وعادي جدا أن أي بني آدم خلق ربنا سبحانه وتعالى منذ خلق البشر إلى يوم القيامة أنه يخطأ ده طبيعي مفيش بالأدى ما بيغلطش ولا كان مصطفى فتحي قصد ولا كان عمر السلية قصد ولا النجاح بينسب للعب بعينه ولا الفشل بينسب للعب بعينه دي فرقة اسمه فريق كرة قدم والفريق ده بيحمل اسم منتخب مصر لا فيه لأهلي ولا فيه زمالك ولا يصح ان يبقى فيه أهلي ولا يصح ان يبقى فيه زمالك ولا ينفع ان بعض المشجعين يشجعوا الأهلي والزمالك ولا اي نادي تاني جوه منتخب مصر ويا ريت نتعدي ونتعلم من الصور اللي احنا شفناها مبرح في المطش سواء اللي في المدرجات او اللي جوه الملعب في المدرجات الأهلاوي قاعد جنب الزمالكاوي اللي اتنين بيشجعوا منتخب مصر اللي اتنين اخوات وحبايب قاعدين عايزين منتخب مصر يخسر يكسب قصدي واللي اتنين زعلوا واتديقوا وتحرق دمهم لما منتخب مصر خسر يعني هم ورا منتخب مصر عشان يكسب وقاعدين زي ما انتو شايفين جنب بعض وضهروهم في ضهر بعض عشان منتخب مصر يكسب واللي اتنين اتحرق دمهم وراحوا زعلانين ومتدايقين ومتنكدين عشان منتخب مصر خسر محدش طلع قال لا والله بس خلاص اصل الزمالك اخد الدوري لا اصل الاهلي اخد بطولة افريكا فانا 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 لا الاتنين ماشيين متدايقين والاتنين كان نفسهم منتخب مصر يكسب على الجانب الاخر جوه الملعب بقى عشان المزايدات الفرغة بتاعت اصل الاهلي واصل الزمالك بلاش مزايدات فرغة زي ما كنا بننتقد من أسبوعين بعض الناس اللي بتتصدر وسائل الإعلام بتصريحات جوفاء تصريحات فيها تجاوز عشان تجري وراء الترند زي ما برضو فيه قلة وبعد من المشجعين عامين زي السوس كده اللي بينخر وبينخور في عظم بقية الجماهير اللي بتحب منتخب مصر وبتقف وراء منتخب مصر من خلال كلام فارغ كلام فارغ عشان ياخد كاس التميز في المحيط بتاعه أي أن كان المحيط ده إيه ياخد كاس التميز اللي هو بقى بص أنا الشبيح بقى اللي أنا مش أنت بتحبه منتخب أنا بقى بعمل الحاجة الخارجة عن الطبيعة والخارجة عن الفطرة والخارجة عن أي حاجة طبيعية أنا بقى بحب الأهل أكتر من منتخب مصر أنا بحب الزمال أكتر من منتخب مصر لا هو أنت حرك اللي مش طبيعي حضرتك اللي شاز عن القعدة شاز عن أي تفكير منطقي وموضوعي وطبيعي أنت اللي غلط وأنت اللي محتاج تتعالج مش هتاخد كاس التميز مش هتبقى بطل الأبطال مش هتبقى الشبيح العالمي بص على زيزو بيعمل إيه مع عمر السلية بص على زيزو وهو بيزق عمر السلية وبيشجعه خلاص غلطة وخطأ وحصل وكل لعيبة الدنيا الكبار قبل الصغيرين بيخطئوا عادي جدا وكان نفسي بدل اللقطة اللي بكلم مع حضراتكو عليها ده زيزو على فكرة اللي مكسب نادي الزمالك واحد من أهم أسباب فوز نادي الزمالك ببطولة الدوري السنة اللي فاتت واحد من أكتر وأهم نجوم نادي الزمالك اللي مستمرة على تقديم مستوى مميز جدا وده عمر السلية اللي مكسب الأهلي بطولة أفريقيا والواحد من أهم أسباب نجاح نادي الزمالك على مدار العمل السابقة والماضية بس في الآخر هما اللي اتنين جوا منتخب مصر هما اللي اتنين لابسين في نلة منتخب مصر فرجاءا بلاش الكلام الفارغ اللي بيحاول يفتت الناس والناس اللي بتليد القصة دي أو الناس اللي بتنتهج النهج ده على السوشيال ميديا عايزين يكسبوا كاس التمييز وأنه هما كده الناس اللي مفيش منهم اتنين وهم أكتر ناس بعيدين عن الصواب وعن الصح وعن الكورة حتى فيش كده في الكورة وكان نفسي إن الحماس ده والطاقة دي كلها اللي طلع في كلام سلبي تطلع في كلام إيجابي وهو إن بدل ما نقعد نتكلم هو ده حصل الخطأ ده إزاي ولا ده كان غزبا عنه ولا ولا نتكلم على مشكلة ظهرة في منتخب مصر جدا وهي ظاهرة ضياع الفرص السهلة وعلى فاكرة موجودة في الأهلي في الزمالك وفي أغلب الأندية المصرية موجودة في منتخب مصر بصوا على مطش لبنان بصوا على مطش تونس ولازم لعبتنا تبقى عارفة وده بقى الكلام اللي ممكن نوجهه للعبتنا إن يا جماعة المطشات اللي جاية المطشات الصعبة في المرحلة النهائية من الوصول لكاس العالم أو في كاس الأمم انت هيجي لك أنصف فرص فلازم تعرف إزاي تستغل لأنصف الفرص لما هتقابل السنغال الجزائر تونس أي منتخب كبير مش هيجي لك 17 فرصة في المطش هي فرصة أو 2 بالكتير شوفنا إزاي الجزائر جالها فرصة واحدة يا ريت فرصة ده فرصة براوليه هب لقينها جون نفس القصة مع مطش تونس ما جالهمش فرص بالمعنى يعني المفهوم الكبير هما كانوا سيئين مع كل الاحترام والتقدير لتونس بس منتخبونس ما هواش المنتخب المرعب هما كانوا سيئين وإحنا كنا أسوأ منهم في اللقاء فإحنا ده اللي كنت تتمنى نفرغ طاقتنا فيه إن إحنا نتكلم على الظواهر الفنية السلبية اللي عندنا إن إحنا إزاي نصلحها إن إحنا كنا نتكلم مع مصافة فتحي فرصة اللي ضاعت منه هو مران حمدي نتكلم مع السلافة فرصة اللي ضاعت منه في آخر دقائق وإن لازم لعبتنا من الديئة الأولى للديئة التسعين يبقوا بكامل تركيزهم وإن يتعاملوا مع كل فرصة إن هي الفرصة الأخيرة إن هي مش تيجي تاني لأن المطشط الكبيرة الصعبة اللي إحنا مقبولين عليها هيبقى الفرص فيها عزيزة جدا 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 ترجمة نانسي قنقر